اهلا بكم في كارات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن توقعات مهمة جدا تخص كذا دولة عربية وبالاسم مش مجرد توقعين تلاتة وخلاص هنتكلم عن توقعات خاصة لمايك فغالي لكذا دولة عربية لعام 2021 نظرة ان في ناس كتير جدا بتطلب التوقعات لدول معينة النهاردة هناخد كم دولة وان شاء الله هيكون في جزء تاني لبقية التوقع يلا بنا نبدأ على طول بفكركم سريعا تشتركوا تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير لو الفيديو وعجبكم هنبدأ بدولة اليمن لان في ناس كتير جدا بتسأل عن التوقعات لدولة اليمن مواجه غالي بيقول ان اليمن هتكون يمنين متضمنين في وجه العدوان ومن هدم اليمن هيعيد اعمارها لتبقى عروس وايضا اليهود في اليمن موجودين زي ما موجودين في سوريا زي ما موجودين في لبنان والامارات وفي الصعودية على اليمنيين في 2021 ان يتكتفوا ويتقبلوا الواقع واليمن يحكموا اليمنيين ومن هدمها سيعيد اعمارها ونزيف اليمن سينتهي في بداية النصف الثاني من عام 2021 والحل يكون في النهاية الاردن تغييرات كبرى على صعيد الحكمة من الحكومة الى البرلمان الخطر يداهم شخصية كبرى وايضا ولي العهد الى الواجهة عسى ان يكون خيرا لمسات ارهاب خطرة داخل الاردن ولكن بحكمة الملك تحاط الامور الشعب يتراصف حول الملك لانه في حلف سيعود فلسطين تعود الى تشكيل حلف مع سوريا ومصر والاردن والاستشارات الكبرى هتكون من سوريا بالتفاوض الجدي مع اسرائيل في عودة بعض الاراضي ولما يتم هذا التحالف الرباعي مصر سوريا فلسطين الاردن هيشكلوا ضغطة على الكيان السهيوني خطات كبرى في فلسطين على مستوى الطبيعة وسيكون ذلك دمار في فلسطين وفلسطين المحتلة بشكل كبير جدا وهتكون الطبيعة قصية وظلمة على فلسطين الكويت تغييرات كبرى على صعيد الحكم واعفاءات بالجملة من السجون شروط قصية على المقيمين تكون عثرة في 2021 هيحددوا على المقيمين اعمار محددة تكون موجودة يعني اللي فوق الخنسين والستين مش هياخدوا اقامة مظاهرات كبرى سنراها في الكويت ممكن تكون دعم الحكومة وممكن تكون ضد الحكم ولكن الاكيد انها تكون مظاهرات كبيرة جدا وربنا يستر وستكون تلك المظاهرات المعارضة للحكم لتغيير النظام ولكن مش هيقدروا بالنسبة لسلطنة عمان كما عهدناها ستكون الحكم العربي او الحكم العربي وبعض العرب متأمرون ضدها حيث سنرى مؤامرة ضد السلطنة ولكن لن تنجح المغرب ارهاب اوروبي يضرب المغرب وحان وقت استرداد ما تم احتلاله من اوروبا ستسترد المغرب مرة اخرى انه عامل استرداد ونرى ملك المغرب في مشهد صعب ممكن يكون صحي والامور بايد الله قطر انفتاح للعالم اكثر في 2021 وتطور اقتصادي وازدهار رهيب هيحصل في قطر وفي مشهد من مشاهد هنشوف امير قطر بعيدة عن الوجه وبعدين هيحصل تحالف عربي تعود فيه قطر لبعض العرب وفيه شوية منهم كانوا اعداء هيريد التحالف وجزء تاني هيكون عدو الادود لدولة قطر بالنسبة لاوروبا اوروبا لن يطلق عليها اوروبا العجوز بل صارت على حفة الموت ولن يقتصر التغيير على الحكم والسياسة في الدولة العربية بل صنع التغيير سيكون بالاستلام والتسليم وفيه تغييرات كبرى على صعيد رؤساء وحكومات وملوك وتجدد المواجهات من السلطات والشعب السياسات والاتفاقيات تتغير في اوروبا وخاصة بعد عملية اختيال كبرى في اوروبا للشخصات السياسية الكبيرة الأنهار والبحار في اوروبا تنتفد وملوك تسقط اسكتلندا إلى الوجهة وحرية قريبة القياصرة أمام امتحان كبير عسى أن يكون خيرا خاصة بعد عملية اختيال كبرى وناجحة اوروبا تساهم في ظهور دول وأعلام جديدة ألمانيا وفرنسا وهولندا لبنان ومصر وعدة دول أخرى في عين العاصفة الشعب السوري الموجود في اوروبا يعود لإعمار بلده وهيكون ضدهم في بعض المناطق بأوروبا حرب قصية وشعواء فيقرروا العودة لبلدهم بعد ما يقدم الرئيس السوري بعض من الضمانات واعفاءات على سبيل العسكر والاحتياطي عشان يرجعوا لبلدهم مرة تانية روسيا واللي بيسأل عن توقعاتها من المحور العربي إلى المحاور العالمية وبداية النزام مع الصين في 2025 و2026 هيحصل حرب بين الصين وروسيا وهتكون في أستراليا أو على أراضي أستراليا ويبدأ الخلاف بينهم في الظهور على نهاية 2021 العالم مليء بمفترق طرق والقصر الرؤاسي الروسي محطة أنظار العالم محاولة اختار الرئيس الروسي هتكون في 2021 وستكون الأمور سلبية داخل البلد ولكن إيجابية في السياسة الخارجية زي ما أنتم شايفين التوقعات بعض منها إيجابي وبعض منها سلبي زي ما أنتم شايفين وهنعمل كمان توقعات سوريا عشان نسبة تسأل عن سوريا سوريا في 2021 هي جامعة الدول العربية قرارات جريئة تتخطى المراحل السابقة على سبيل المثال إعفاءات كبرى وفتح صفحة جديدة من ضمنها حرية التعبير في تغييرات كبرى على سبيل الحكومة وعلى الصعيد العسكري ورؤوس كبرى تتضحرج في جميع الاختصاصات الحكومة المقبلة فيها من الفن والمعارضة والسياسة تحت قبة واحدة وسنرى فنانين بالخارج وسيكونون في الحكم وفي الحكومة اللي هتبصر نور في 2021 مجلس واحد ومال وسياسة وعسكر كلهم معن وصدمات إيجابية جدا للشعب السوري صدمة للشعب السوري وغياب أكبر شخصية بتعتبر من أكبر أعمدة تدمر الجولان هو المحور الوحيد وبحير التورية أمام الفوضات العالم تفاجأ بالرئيس بإطلالة جديدة لم يعتاد عليها الشعب السوري حان وقت المواجهة الكبرى وأحد أفراد العائلة العسكرية والسياسية الكبرى بيعتبر صمام أمام المجتمع الدولي بيلعب دور سياسي وعسكري كبير أمام مهام جديدة بتوكل إليه من داخل أو خارج العائلة الرئيس السوري بيتنحى ساعة ما يشاء وسوف يبقى تفاغم تركي سعودي سوري مصري بتغييرات كبرى ومبكرة عن موعدها داخل السلطة حيث أن الشخص المناسب في المكان المناسب إدل بعنوان للصحافة العالمية سلاح قوي سنرى أول مرة في سوريا ولكن هو مش عارف مين اللي هيستخدمه الإرهاب ولا الجيش الأقراض وبعد معاناة سيكونون حلف مع الجيش العربي إسرائيل بتخسر أهم الطائرات ولكن أين وكيف لا يعرف أمريكا وأوروبا في تحالف لإخراج إيران من سوريا ومن ثم تحالف مع إيران الاقتصاد السوري إلى نهضة ومعرض المعارض في سوريا سيكون من حيث المشاركة العربية والأموال ستكون فيها للمساعدة الكواعد الروسية في خطر كبير داخل سوريا مطارات عسكرية تخص روسيا أمام صدمات كبرى وقرارات كبرى تتخذ من الكريملين بين الأمس واليوم والغد عودة كبيرة للاجئين بالأخص من لبنان وأوروبا لإعادة إعمار سوريا التجنيد الإجباري لن يكون عائق في المرحلة القادمة وسيكون هناك عفو على العائدين من الخارج وسيكون هناك بدل للمدة أو الخدمة المراد منها ولن يتخلى كثر عن خدمة الوطن الخسارة الفنية كبيرة على جميع الأصعادة إلا أن عمل فني يضاهل حلم العربي بلحظة من اللحظات سوريا لقد انتصرت في الأصل ولكن في منطقة إدلب وبعض الأرياف هنا تكمن المشكلة هزات والزلازل تؤثر على المنطقة وليس بجديد سوريا قائمة لن تنكسر بمشهد من المشاهد سنرى الجيش السوري خارج أراضي وليس في مهمة سلمية بكده نكون انتهينا من توقعات معظم الدول إن كانت عربية أو غير عربية إن شاء الله هنكمل الباقي في جزء تاني اللي ما يكفي غالي وتوقعاته للدول لعام 2021 شكرا لكم وعلى وجودكم معنا متنسوش بس تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس ولو عجبكم الفيديو عمل لايك وشارع عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس شكرا وأشوفكم بخير شكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم